اشتغل بيع فول وفي ورشة نجار وكان بيحب بنت قبل ما يبقى مشهور وثبت وخلعت واختاره يوسف شهين يمثل في فيلم الآخر وحزف ما شاهده كلها من الفيلم عمر سعد بيحكي ذكرياته أيام الكحرطة ما فيش شك ان اسم الفنان عمر سعد بقى من أبرز الأسماء النجحة على الساحة الفنية وبقى الجمهور بيستنى أعماله كل سنة بشغف لكن اللي ما يعرفوش كتير من الجمهور ان عمر سعد ما وصلش للمرحلة اللي هو فيها حاليا من النجاح بسهولة سبق ومر بمصاعب كتير قبل ما يقدر يمثل واشتغل في حاجات كتير غير مهنة التمثيل ومش بس كده ده كمان كان بيحب بنته وثبته لكن كل ده بيمر على عمر دلوقتي وبيستقبله بابتسامة وبضحك خاصة انها بقت بالنسباله ذكريات حلوة مش وحشة وسعدته يوصل اللي هو فيه دلوقتي ودايما بيكون فخور وهو بيحكي عنها دلوقتي بيحكي عمري ذكريات وأيام الكحراتة في لقاء سابق لي مع الاعلامية مونة شازدي في برنامج معكم وبيقول لها عن أيام الكحراتة انا كنت بشتغل في اجازات الدراسة وكنت لسه في تالتة ابتدائي وكنت بشتغل مع بيع فول ولما كنت في سنوي اشتغلت في مشروع المقاولين العرب باليومية من نقل خشب وموقع لورشة نجارة وكنت بشوف شباب من كليات الطب والهندسة وعمري ما اشتغلت شغولها لما كنتش حاببها اشتغلت مهندس ديكور وانا كنت بحب التيني الشوكي جدا فمرة رحت مع صحبي واشترينا كمية كبيرة من التيني الشوكي وبعت بعدها التين عمري قال كمان انه فضل يشتغل في الشغلانات دي كتير لحد ما اختاره يوسف شهين في دور فيلم الآخر وكان طالع وقتها صديق لآدم وحنان او هاني سلامة وحنان تورك ورغم ان عمري كان متحمس جدا للتجربة وانه يشوف نفسه في الفيلم لكن اتفاجئ ان كل ما شاهده في الفيلم اتحزفت وقالي عن شعور وقت عرض الفيلم كنت وقتها على قد حالي وكنت مرتبط ببنت قلت ان دي فرصتي وهتشوفني على الافيش بس دوري كله تشيل لاني ممكن ما كنتش متمكن ساعتها ولما رحت السينما عشان احضر الفيلم لقيت دوري كله متشيل وخدت صدمة بس سافرت معهم لاني كنت عايز اظهر باي طريقة والبدلة حتى اللي ظهرت بيها ما كانتش بتاعتي وكان عندي واحد صاحب في المانيا كان بيسلف البدلة دي للشلة كلها وخدت البدلة منه وكان مقاسه اكبر مني بس خدتها وقلت هزبط الحزام وهتعدي والحمد لله عدت رغم ان الفلوس قصرت معايا في السفرية بس انا مرضتش اقول لحد ساعتها وعشقت السينما وحبتها من هناك وقعدت تتفرج على الافلام ودي مش اول مرة يتكلم عمر سعد عن ذكرياته في فيلم الاخر سبق ونشر صورة ليما حنان تركو هالي سلامة في كواليس الفيلم وعلق عليها وقيل يوسف شهين الارض وبيب الحديد والناصر صلاح الدين وغيرها كتير من الافلام اللي هتفضل علامات في تاريخ السينما مخرج عشق السينما فاعطاء تاريخها ما يستحق ده تصحيح واضح للناس اللي ممكن تفهمني غلط كون ان دوري طار في المونتاج وانا لسه عايز صغير مبتدئ ده عادي لانه علمني كتير والديني شرف الشقة والتعب والاسرار والاجتهاد والتجارب زي الاستاذ نفسه والله يرحم كل العظماء اللي انتعونا وعلمونا ان الوقود الحقيقي للنجاح الحب والاسرار والاخلاص دلوقتي عمر سعد بقى اسمه بيتصدر افيشات الافلام وبطر رئيسي في دراما رمضان كل سنة قولنا يا اكتر عمل بتحبه لعمر سعد ترجمة نانسي قنقر